تحرس وزارة الأشغال على مضاعفة جهودها للاستمرار في تطوير البنية التحتية في المملكة باعتبارها أحد المحاور الهامة في برنامج الحكومة وخلال النصف الأول من العام الجاري قامت الوزارة بدراسة أربعة مشاريع للمساهمة في تخفيف الاختناقات المرورية إلى جانب توفير 1200 موقف للسيارات مع التوسع العمراني الذي تشهده مملكة البحرين تحرس وزارة الأشغال على تطوير البنية التحتية وشبكة الطرق في كافة محافظات المملكة وقامت بعمل جبار وإنجاز العديد من المشاريع الخاصة بالطرق والبنية التحتية بما يتوافق مع رؤيتها الاقتصادية 2030 وخلال النصف الأول من العام الحالي قامت وزارة الأشغال بدراسة أربعة مشاريع متعلقة بتنظيم الحركة المرورية على شبكة الطرق الداخلية وتحويل الطرق إلى اتجاه واحد وتعتبر توسعة هذه الشبارع هي أحدى الحلول الجدرية والسريعة التي تعتمد عليها وزارة الأشغال وذات التأثير الكبير في تخفيف الاختناقات المرورية ما يسهم في توفير مواقف إضافية على جانب الطريق ولم تغفل وزارة الأشغال عن تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية وهو ما يحقق رضى مستخدمي الطريق لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية المساهمة في تحسين تدفغ الحركة المرورية وفي سياق متصل نفذت وزارة الأشغال 1200 موقف للسيارات في مختلف محافظات المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي فهذه الجهود المتواصلة والحثيثة تأتي كجزء من خطة أشمل لتطوير شبكة الطرق التي تسهم بشكل إيجابي في توفير الوقت على مستخدمي الطريق وتسهيل الحركة المرورية وخطتها التي تعنى بتطوير مشاريع البنية التحتية بما يواكب التطور الذي تشهده مملكة البحرين